السلام عليكم معكم واقل ليحيا وحديثنا في هذه السيشن سيكون عن النيت كومف أحد أهم البروتوكولات في النيت ورق أوتوميشن وبروغرام بلدي سنبدأ كلامنا في هذه السيشن بمقدمة بسيطة عن بروتوكول النيت كومف ثم حنتكلم كيف نفعل بروتوكول النيت كومف في أجهزة الـ IOS XE وبعدها نأخذ أمثلة تطبيقية على كيفية استخدام هذا البروتوكول وبالتحديد حنتكلم كيف ممكن نكتب سكريبت بلغة البايثون ونستخدم مكتبة الـ NC Client حتى نكتب حقنا السكريبت بطريقة فعالة نيت كومف هو اختصار لكلمة Network Configuration وهو بروتوكول تم تطويره من قبل مجموعة الـ Internet Engineering Task Force IETF في 2006 هذا البروتوكول جاء كبديل لبروتوكول الـ SNMP Simple Network Management Protocol والسبب أنه بروتوكول الـ SNMP كان فعال جدا في استخراج المعلومات من الـ Network Devices لكنه ضعيف في عملية إضافة وتعديل الـ Configurations في هذه الـ Devices فجاء بروتوكول الـ NetConf حتى يحل هذه المشكلة أحد المشاكل اللي واجهت بروتوكول الـ NetConf قبل تطوير اليانج في 2010 أنه ما كان فيه Standard لكيف حيكون شكل البيانات المنقولة عبر هذا البروتوكول لكن بعد ما تم تطوير اليانج في 2010 تمت مراجعة هذا البروتوكول في 2011 وصار فيه ارتباط وثيق ما بين الـ NetConf واليانج الهدف مع بروتوكول الـ NetConf هو وجود Standard لعمليات إدارة الـ Configuration في أجهزة الشبكات طيب دعونا نفهم كيف يصير الاتصال عن طريق بروتوكول الـ NetConf في هذه الصورة عندنا Network Devices هنا راوتر وعندنا Endpoint تحاول توصل للـ Devices هذه مثل اللابتوب وفي مصطلحات الـ NetConf الراوتر سيكون هو الـ Agent واللابتوب سيكون هو الـ Manager عملية الاتصال بينهم ستكون عن طريق بروتوكول الـ NetConf زي ما قلنا البيانات المرسلة ما بين الراوتر واللابتوب ستعتمد على الـ Young Models في توصيفها وستكون على صيغة XML هذه البيانات سيتم رسالها عن طريق الـ SSH والرسائل ستستخدم الـ RPC أو Remote Procedure Calls هذه الصورة تعطينا باختصار عملية الاتصال عن طريق بروتوكول الـ NetConf الـ NetConf نتواصل مع ثلاثة Data Stores أساسية عندنا الـ Startup Data Store وهو يحمل Configuration at Startup وعندنا الـ Running Data Store وهو يحمل الـ Running Configuration أو Active Configuration وفيه الـ Candid Data Store وهذا يأخذ Copy من الـ Running Configuration بحيث أنه ممكن تعمل عليها تعديلات كيفما تشاء وبعد ما تنتهي من التعديلات تستطيع أن تنقل هذه التعديلات إلى Active Configuration أو Running Data Store العمليات المتاحة عبر بروتوكول الـ NetConf كثيرة فيه منها عمليات تساعد على القراءة ومع عمليات تساعد على تعديل البيانات وفي هذا الجدول ممكن نتكلم عنها بشكل مفصل أكثر كما ذكرنا بروتوكول الـ NetConf يعتمد على الـ XML وعلشان كده نشوف هذه العمليات على شكل Tags مثل الـ XML خلونا نمر عليهم حتى نعرف عمل كل واحدة بالتفصيل عمليات Git حتساعدنا على قراءة الـ Running Configuration وكمان Device State Information أو بمعنى آخر الـ Operational Data أو الـ Statistics الموجودة في الـ Network Device Git Config حتساعدنا على استعادة أو قراءة الـ Configuration في الـ Data Store محدد الـ Edit Config حتساعدنا على تعديل Configuration في Data Store محدد Copy Config حتساعدنا على استبدال Configuration كامل في Data Store محدد Delete Config حتحذف Configuration من Data Store Commit حتعمل نسخ لـ Configuration اللي عملناه في الكاند Data Store إلى Running Data Store Lock-Unlock عمليتين مهمة لما يكون فيه أكثر من شخص أو مستخدم اللي ممكن يدخلوا على الجهاز ويعملوا تعديلات على الـ Configuration في نفس الوقت فلوك تقوم بعمل قفل لكامل النظام بحيث أنه ما يحد يقدر يسوي تعديلات على الـ Configuration خلال هذا الفترة وـ Unlock تقوم بفتح اللي هو النظام بعد هذا القفل Close Session ستقوم بينها للـ Session حق الـ NetConf بشكل طبيعي وـ Close Session ستقوم بينها للـ NetConf Session بشكل تعسف أو الإلزامي واحد الاستخدامات لكل Session هو لو أنه أحد المستخدمين عمل لك للنظام ونسى يسوي له Unlock فذلك لوك ممكن مستخدم ثاني يأتي ويعمل له كل Session حقه حتى البقية يستطيعون يستخدمون الـ Network Device طيب كيف نفعل NetConf على أجهزة iOS XE؟ أولاً لازم نتاكد أنه نسخة iOS XE هي 16.3 أو أكثر هذا برتكول يعتمد على مستوى حماية عالي وعلشان كذا لازم نعمل Authentication باستخدام AAA Traditionals ممكن نستخدم Radius TACACS Plus أو نعمل Authentication عن طريق Local Users مع Privilege Level 15 هنا نشوف أي شيء الأوامر بالضبط اللي راح نحتاج نستخدمها حتى نفعل NetConf أولاً ندخل على Mode Global Configuration وبعدها هنعمل عملتها Authentication باستخدام Local Users وحنعطيها Privilege Level 15 وبعدها نطلب هذا الكوماد NetConf Young حتى نفعل NetConf طيب إذا فعلنا NetConf كيف الآن ممكن نستخدوه؟ مثل ما ذكرنا الNetConf يستخدم الSSH كTransport Layer فنستخدم الSSH بشكل مباشر ودفولت بورت سيكون 830 كما ذكرنا سابقاً عملية الاتصال عبر NetConf ما بين الراوتر واللابتوب ستكون عن طريق إرسال رسائل بصيغة XML فخلونا نشوف كيف هذه العملية تسير لو فتحنا برنامج الكتباج في نظام الWindows أو الشل أو الترميل في نظامي Linux والماك ممكن نحن الآن نعمل SSH عن طريق بروتوكول NetConf حتى نشبك مع أحد الراوترات اللي عندنا فلو استخدمنا Command SSH وحطينا الـ User اللي عطيناه بـ Privilege 15 وحطينا الـ IP للراوتر اللي نحاول أن نشبك معه زي ما قلنا أول الـ Default Port سيكون 830 لبروتوكول NetConf ونحتاج نحدد أن نرسل رسائل الـ NetConf عبر هذا البرنامج سيطلب مننا الـ Password وأول ما ندخلها حنشوف لستة طويلة جد كجواب للأمر اللي طلبنا هذا اللستة مهمة جدا وإن كان فعليا بالطريقة اللي عملناها الآن صعب قراءتها اللستة هذه هي عبارة عن جميع الـ Young Models اللي يدعمها الـ Network Devices اللي أنت تحاول تشبك عليها وهذا مهمة جدا ليش؟ لأن الـ Young Models لها versions مختلفة فبالتالي لما نحاول أن نشبك على device معينة لابد أن نعرف إيش الـ versions اللي تدعمها هذه الـ device أو هذا الجهاز حتى نعرف إيش صيغة الـ XML اللي سنستخدمها مع هذا الـ device عشان نطلع المعلومات فنلقى هنا يجي يقول لنا أنه مثلا والله هذا الـ device تدعم هذا الموديول سيسكو نتسينك ميب والـ revision حقه حتكون 2010 وحنجي في أمثلة قادمة حنفهم بشكل أفضل ليش معرفة هذه الموديولز مهم جدا لكن زي ما قلت القائمة طويلة جدا تقريبا مستحيل أنه الواحد يمر عليها بالعين المجردة الآن نحن أنشأنا الاتصال مع الـ router أو الـ device اللي حاولنا ننشبك معها فأول جواب يجينا حيكون كل الـ capabilities أو الـ modules أو الـ young models اللي supported به هذا الـ device وفي النهاية سيكون هنا hello message هذه الرسالة مهمة جدا أنه يتم الرد عليها حتى ننشأ الاتصال ما بين الـ router وما بين اللابتوب فعلشان نجاوب على هذه الرسالة لابد نرسل رسالة hello ثانية نعمل هي handshake وتكون الرسالة بصيغة XML فأول شي نضغط enter حتى نجهز مكان لإرسال الرسالة التي نريدها بعدها نرسل رسالة الـ handshake زي ما قلنا على صيغة XML وهذه صيغة الرسالة التي سنرسلها ونلاحظ هنا الـ handshake اللي نرسله وضغطنا enter ما رح يصير أي شيء لكن كذا تم الاتصال وصار الـ handshake ما بين الـ router وما بين اللابتوب ها ممكن نبدأ نرسل الـ get command نقدر نرسل الـ edit command وغيرها ما اللي هي الـ operations على اساس نتواصل مع الـ device لكن زي ما قلنا يعتبر صعب جدا انه الواحد يقعد يكتب اللي هي الرسالة اللي يريد يرسلها عن طريق XML وبعدين نسوي لها copy paste في terminal خلونا ننهي الاتصال عشان ننهي الاتصال لازم نرسل رسالة XML ثانية وصيغة الرسالة هتكون على الشكل التالي هتلاحظوا انه هذه الرسالة اللي ارسلناها انه طلبنا close the session وجدنا reply بـ ok وتم غلق الاتصال الطريقة اللي شرحنا اعتبرها هي الطريقة البداية لاستخدام NetConf لكنها تشرح الـ components الأساسية عشان يتم عملية الاتصال بالـ network device عبر بروتوكول NetConf فاستخدمنا الـ SSH كترانسبورت لاير واستخدمنا الـ XML كوسيلة لحمل البيانات اللي قاعدين نرسلها عن طريق الـ RPC الى الراوتر طيب هل في طريقة افضل؟ اكيد في طريقة افضل لاستخدام بروتوكول NetConf بحكم الانتشار الواسع لاستخدام هذا البروتوكول ويمكن افضل طريقة هي استخدام لغة برمجة وتعتبر لغة البايثون هي اكثر لغة استخداما مع الـ NetConf مع انه فيه لغات ثانية ممكن الواحد يستخدمها مثل Go اللي تم تطويرها من قبل جوجل لكن بايثون تعتبر لغة سهلة التعلم ومنتشرة جدا وفيه لايبرجز كثيرة جاهزة تساعد الـ network engineer انه يكتب الـ scripts بشكل افضل واسرع طب كيف نبدأ؟ اولا لازم نحمل النسخة الأخيرة من لغة بايثون وهي بايثون 3 طبعا فيه نسخة قديمة هي بايثون 2.7 لكن تم يقاف الدعم لها في 2020 فما ننصح بتنزيلها وان كان كثير من الـ scripts الموجودة على الانترنت حاليا ما زالت بالنسخة القديمة اللي هي 2.7 لكن عملية التحويل من 2.7 إلى 3 ما هي صعبة كثير السنتاكس متقارب جدا وان كان فيه فروقات فالواحد لابد انه ينتبه لما ينزل script من الـ Net انه هل هو مكتوب بنسخة 2.7 ولا نسخة بايثون 3 كمان ننصح انه تقوم بتحميل برنامج تحرير يكون قوي جدا وانا انصح بـ Visual Studio Code عنده واجهة مستخدم مميزة وسهلة وفي نفس الوقت فيه إضافات كثيرة تساعدك في تسهيل عملية كتابة البرامج والـ scripts باستخدام لغة البايثون ويمكن من أميز اللي هي الخصاص خاصية الـ Auto Complete فهذه ستساعدك كثيرا في كتابة هذا السكريبت ونرى أمثلة على استخدامها لاحقا أفضل طريقة لتعلم الـ NetConf ستكون عن طريق الأمثلة سنمر عن مجموعة من الـ Use Cases التي تعطينا المبادئ المختلفة في هذا البروتوكول ومختلف العمليات التي ممكن نستخدمها عن طريق هذا البروتوكول في هذا الفيديو سنمر على المثال الأول اللي يماثل الـ Handshake اللي عملناها عن طريق الـ SSH لكل مرة هذه نستخدم لغة البايثون ونرى كيف الفرق الكبير ما بين أن نستخدم الـ NetConf عن طريق الـ SSH وبين أن نستخدم scripting language مثل الـ Python لو فتحنا الآن برنامج الـ Visual Studio Code في اللابتوب أو جهاز السرر أو المانجر ونحاول نحن الآن نشبك مع جهاز الراوتر مثل ما فعلنا عن طريق الـ SSH بالطريق البداية هذه الواجهة الرئيسية للـ Visual Studio Code زي ما نشوفه هنا كتبنا سكريبت بلغة البايثون حيعمل لنا الـ Handshake مع جهاز الراوتر ويطلع لنا كل الـ Capabilities أو الـ Modules أو الـ Young Models اللي يدعمها هذا الجهاز أو Network Device في هذه الصفحة حنشوف الكود اللي حنكتبه أو الـ Script اللي حنكتبه ميزة الـ Visual Studio Code أنه يعطيك وصول للـ Terminal بشكل مباشر فمعنى كده أنه ما يحتاج أنك تفتح الـ GetBash في ويندو والمكان اللي تكتب فيه الكود في ويندو ثانية لكن ممكن أنك تستخدم نفس البرنامج على أساس تكتب الكود وتشوف الـ Output في نفس الصفحة وحنشوف المثال عشيه هذا هذا الـ Script مثل ما قلنا سنحاول فيه أن نحن نعمل اتصال بالـ Network Device ونعمل الـ Handshake اللي عملناها عن طريق الـ SSH ويرجع لنا الـ Capabilities اللي موجودة داخل الـ Network Device أي شيء ل Young Models اللي يدعمها هذا الـ Router هذا السطر في الأعلى حيخلي الكود اللي نكتبه Executable معنى كده أنك ما يحتاج أنك تكتب كلمة Python قبل الـ Script عشان تسوي له Run في هذا الـ Script سنستخدم الـ NC Client Library وهذه الـ Library تحمل كثير من الـ Functions اللي ستساعدك فيه الاتصال مع الـ Network Devices عبر Protocol الـ NetConf ومن هذه الـ Library سنقوم بـ Import لـ Manager Component اللي سيساعدنا على عملية الاتصال بالـ Network Device Command الـ Manager.Connect سيعمل الاتصال بالـ Network Device اللي عرفنا معلوماتها داخل هذه الـ Variables ففي الـ Host نحط الـ IP Address حق الـ Target Device والـ Port مثل ما قلنا الـ Default في الـ NetCom سيكون 830 لكن انت ممكن تغيره والـ Usernames والـ Password ستكون أحددناها للـ Local User بـ Privilege 15 فلو عملنا Run لهذا الـ Command سيتصير عملية الـ Handshake اللي عملناها بالـ SSH والـ Output سيكون محفوظ داخل الـ Variable M وبالتالي داخل الـ Variable M عندنا هذا الـ Variable Server Capabilities اللي حيشيل جميع الموديولز الموجودة داخل هذه الـ Network Device هذا الـ Command حيمر على كل واحدة من هذه الـ ويطبعها لنا على Terminal وفي النهاية ما ننسى نحن نعمل هذا الـ Script بسيط وهدفه الأساسي أنه يعمل عملية الاتصال ويرجع لنا إيش الـ Young Models اللي supported في هذه الـ Network Device طيب كيف نعمل لهذا Script Run مثل ما قلت لكم في الـ Visual Studio Code أنت عندك وصول مباشر للـ Terminal فلو رحنا وعملنا Run عن طريق الضغط على هذا الزر اللي هنا Run Python File in Terminal حين نلقى أنه في الـ Terminal بدأ عملية اللي هو الاتصال وسواله Run وهنا حيكون عندنا نفس الـ Output اللي شفناه عن طريق الـ SSH طبعا ما زال طويل جداً والشكل مماثل لأننا نعمل Print مباشر لكل واحدة من هذه الـ Capabilities أو الموديولز اللي supported في هذه الـ Network Device طيب لو ما عملت Run في الـ Visual Studio Code كتبت هذا اللي هو السكريبت وحبيت أعمل Run في الـ Terminal حين نروح إلى الـ GetBash وحنكتب Python بعدين نكتب اسم السكريبت اللي كتبنا ونضغط Enter وهي يعطينا نفس الـ Output اللي شفناه قبل شوية في الـ Visual Studio مثل ما قلت هذه ليستة طويلة هيكون صعب أن نمر عليها أحد الطرق للتعامل معها أنك تحط الأوتبوت في فايل ونسميه مثلا modules supported كذا الأوتبوت اللي طلع من هذا السكريبت حينحفظ داخل الملف هذا modules supported وممكن نحن الآن نستخدم linux commands أحساس أن نطلع معلومات موجودة داخل هذا الملف بشكل سريع فلو استخدمنا مثلا grab command وحطينا موديل معين نبحث عليه مثلا IETF interfaces وقلنا له ابحث عليها داخل هذا الملف هيرجع لنا جميع lines أو جميع الأسطر اللي ظهرت فيها هذه الكلمة وهنا نشوف أنه هذه network device supports اللي هي IETF interfaces young model والrevision اللي بت supportها هي اللي صارت في 2014 وهذه المعلومة مهمة سنجيها في الأمثلة القادمة لكن كده بدأنا نعرف كيف ممكن نوصل لي young models اللي supported داخل هذه network device في المثال السابق وعملنا اتصال مع جهاز ios xc عبر بروتوكول نتكومف باستخدام لغة البايثون وفي السيشنز القادمة سنتكلم عن أمثلة وسيناريوز ستعطينا مبادئ أكثر ومعلومات أكثر عن كيف نستخدم بروتوكول نتكومف ونستفيد منه في عملية الأتمة أو network automation في النهاية شكرا للمتابعة وأتمنى تكونوا استفدتم من هذه السيشن ولا تنسوا تزودونا باقتراحاتكم وتعليقاتكم لكي تساعدنا في عملية التطوير المستمر